تراجع اقتصادي كبير تشهده تركيا في ظل تدخل أردوغان في السياسات المالية تراجع يبدو واضحا ما أعلان العديد من الشركات المحلية الإفلاس وخروج الشركات الأجنبية من السوق التركية عدد الشركات المغلقة في تركيا ارتفع بنسبة 10% خلال يناير الماضي على أساس سنوي بمختلف القطاعات التجارية والصناعية كان أبرزها تجارة التجزئة والإنشاءات والصناعات التحولية والكهرباء كما أعلنت وزارة التجارة إغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية في عام 2018 وتعيش الأسواق التركية حالة من الارتباك الحاد حيث انخفضت الثقة في مؤشر قطاع البناء بنسبة 5.7% خلال فبراير نتيجة للقيود المالية والطلب غير الكافي مع تروع استثمارات صناعة العقارات بفعل انخفاض الطلب على الأراضي والمباني بعد ارتفاع الأسعار كمحصلة لهبوط الليرة بيانات المركزي التركي تشير إلى هبوط الاحتياطي النقدي بأكثر من الربع خلال فبراير في ظل بيع البنوك العام رقما كبيرا من العملات الأجنبية في محاولة لوقف تراجع الليرة الليرة هي الأخرى معضلة اقتصادية يواجهها أردوغان حيث هبطت بأكثر من 2% من قيمتها منذ بداية العام أمام الدولار فضلا عن هبوطها بنسبة 36% على مدى العامين الأخرين ووسط طاقعات بتسجيل الدولار الأمريكي مستويات قياسية بنهاية العام الجاري